قرر مجلس النواب إحالة بيان وزير الزراعة بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة القادمة لتعزيز الأمن الغبائي إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغبائي بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس كما وافق المجلس كذلك من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس حيث جرى إحالة عدد من مشروعات القوانين والقرارات المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها وخلال فعاليات الجلسة قام وزير الزراعة والسصلاح الأراضي علاء الدين فاروق بإلقاء بيان بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية قطاع الزراعة في مصر يحظى باهتماماً بلغاً ودعماً مستمراً وغير مسبوك من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتبذل الحكومة كل الجهد تحت إشرافهم وتابعة دولة رئيس مجلس الوزراء وذلك نظراً لأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القاومي ويستبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة هذا وأحال رئيس مجلس النواب بيان وزير الزراعة إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس كما ناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتقار حيث تم استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون وفتح الباب أمام النواب للمناقشة من أجل الموافقة النهائية وتم الموافقة على عدد من المواد الحقيقة أنا متقدم بوافر الشوك القيادة السياسية اللي ساعدت على مشروع هذا القانون وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتقار عشان نقدر فعلا نحط سياسيات عليا للدولة في بجان البحث خاصة في بجان البحث العلمي محتاج نظرة من هذا المجلس الحقيقي حقيقة أن هناك إرادة حقيقية للقيادة السياسية والحكومة في تطوير مخرجات التعليم وده واضح من مشروع القانون المقدم من الحكومة ومن معالي النائبة دعاء والحقيقة أنه مؤشر الدولة المصرية في التعليم بدأ يتطور خلال عام ونصف من 135 أو 138 إلى تقريبا 48 وده مؤشر كويس جدا في الفترة الماضية هذا ورفع المسشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة على أن يتم استكمال باقي مناقشة مواد مشروع القانون في جلسة أخرى اشتركوا في القناة